صرف وكأنك في بيتك لكن لا تنسى أنك في بيتي مقولة قديمة شهيرة لا تنطبق بضرورة على بطل قصتنا اليوم محمد الويشي اللي أثار الجدل أثناء رحلته إلى السعودية فيديوهات الويشي وصفها المتابعين بالمستفزة يعني يقدر الواحد يعبر عن رأيه ما قلنا شيء لكن لازم يحترم الناس والبلد اللي هو ضيف فيها يعني لازم يعبر عن رأيه بكل احترام لكن احترام شو؟ الرجال غاز البنت بطريقة مستفزة في فيديو ونشره عادي بعدين رح نحكي لكم طيب عن هذه القصة وهذه النقطة بالتحديد لكن خلونا نحكي عن الفيديو الأول اللي يبتدأ أنه يستفز الناس به في المحتوى اللي يختار يقدمه لويش يحب أنه يقيم وجبة الكبسة بالدجاج طبق تقليدي سعودي معروف جدا وعاوض ما يقول رأيه بكل احترام حتى إذا ما عجبوا الطبق لا وسق الأكل حاشاكم في الفيديو وانتقدوا بشكل غير لائق الرومانسية من المطاعم اللي هي مشهورة جدا هنا في السعودية ولما جاب لهذه جبالي منبزة زيته وهكي يعني دليل على شيني أنها عظم النظافة أو أنها كانت يتعاملوا بيها بطريقة كركير وكذا وسلوب يعني مش محترمين فيه لأكل ما علينا حني ما نبوش نضخقوا في الأشياء هذي تيك توكر تمادأ أكثر ووصل به الحال أنه يغاز البنت كانت في مكان شغلها بطريقة غير لائقة وغير محترمة أنا نحكيه على الاحترام بشكل كبير لأنه ضروري يعني تصرفه لا يليق لقدام الكاميرا ولا وراء الكاميرا عيب والله عيب ناس على السوشيال ميديا ما تقبلت فيديوهاته نهائيا ومعهم حق بسام قال تبعت عدد من مقاطع هذا الشخص تتسم أغلبيتها بكل قلة أدب وصخت خاصة على نعمة ربي الأكل من الآخر شخص غير محترم هشام قال في تعليقه شايفته يصور ويستهبل ليش ما طلبت منه يوقف التصوير ما زلنا نعطي بعض الأجانب قيمة لا يستحقونها يا هشام مبين أنه كان بيتكلم بطريقة غير مفهومة هي من وين عارفها أو رح تعرف أنه محتوى رح يكون مستفز لهذا الدرجة طيب عن الشعب الليبي قال مهند الشعب الليبي شعب محترم وخلوق ومهدب وهذا الشخص المريض لا يمثل إلا نفسه طبعا أنا أؤكد على هذا التعليق وأضم صوتي لصوته ووافقك الرأي لويشي لا يمثل الشعب الليبي طيب بالعكس هو يمثل نفسه فقط انتشرت عبر مختلف صفحات الإخبارية الليبية أخبار لم تتأكد صحتها بعد أن المقربين من لويشي وأصدقاؤه أكدوا انقطاع الاتصال به بعد بلاغ ضده من أحد المطاعم الكبرى الشهيرة بتهمة الابتزاز ضمن ما يسمى بمهنة تقييم الطعام دون ترخيص وهناك عدة بلاغات إلكترونية أيضا ضد لويشي من مواطنين سعوديين للنيابة العامة عن إساءته للمملكة وزيها الرسمي لويشي متهم كذلك بالاعتداء على خصوصية المطاعم والإحدى المواطنات في مكان عام ومطالبتهم للسلطات بالقبض عليه يعني هناك أشخاص طالبوا بالفعل أنه لويشي ياخد حقه ويعاقب على الفيديوهات اللي عملها فما رأيكم أنتوا في تصرفاته وهل كان يجب إيقافوا عند حده بهذا الطريقة؟ شاركونا